ما أقبر الله تعالى في كتابه الكريم من المستفاد أيضا بيان أن الأنبياء بشر يصيبهم ويصيب البشر إلا فيما يتعلق بالشريعة فإنهم معصومون الأنبياء يقتلون قال تعالى في شأن اليهود وقتلهم الأنبياء بغير حق ويجرحون فالرسول جرح في الغزوة شج رأسه كسرت رأسه شج رأسه كسرت رباعيته أسنانه المقدمة كسرت في هذه الغزوة عليه الصلاة والسلام فالأنبياء يجوعون ويعطشون ويجرحون ويمرضون ويقتلون إلى غير ذلك مما يصيب البشر قد يصيب أيوب عليه السلام بالمرض ثمانية عشر عاما فلا يظن شخص أنك ما دمت مؤمنا لن تبتلى في بدنك أو في مالك أو في ولدك أو في أهلك بل البلاء سنة ملازمة وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة والنبي يقول أشد الناس بلاءن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيدة له في البلاء فلا يظن شخص أنه ما دام تقيا أنه سيعافى في كل شيء وهذا ظن خاطئ والله قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ولذا تجد علماء وفضلاء ابتلوا بأشد الأمراض ابتلوا بالسرطنات ابتلوا بالطاعون وكم من صحابي جليل مات بسبب طاعون عمواس في زمن أمير ممنع عمر رضي الله عنه وكان طاعنا يا عصف بالآدميين فلم يكن يستثنى صحابي من غير صحابي والكل يبعثون على نواياهم وعلى دينهم فقد تبتلى وأنت صالح تقي ولكن شتان ما بين البلاء الذي يحل بالعصات وبين البلاء الذي يحل بالمطيعين فالبلاء الذي يحل بالمطيعين لرفع الدرجات ولتكفير الخطيئات أما الذي يحل بالعصات والمجرمين انتقاموا من الله منهم كما قال فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وعلى الجميع أن يعلم أن الأيام دول يدولها الله بين الناس فلو كان النصر دائما حليفا لأهل الإيمان لدخل في المؤمنين وفي صفوفين من ليس منهم لدخل المنافق ودخل الكافر كذاب ولكن شاء الله أن يبتلى أهل الإيمان للتمييز تمييز الصف المسلم وبأن الصادق من الكاذب وبأن المؤمن من المنافق وكما سمعتم قبل قول الله تعالى ما كان الله ليظر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب الآيات فالابتلاءات تمحص وتبين كما قال الله تبارك وتعالى فيه